بحضراتكم بعد الفاصل النهاردة معانا ضيف الليلة هو واحد من نجوم كرة القدم المصرية في النادي الاهلي ولعب هداف وليه ميزات كتيرة جدا وكان مسته ولمساته ما تتنسيش هو موليد 18 يونيو 82 انا ليه بقولكم هنا بتوقف في الحتة دي وبتكلم ان ده كان طالع من ناشئين النادي الاهلي طالع من ناشئين النادي الاهلي عشان كتا طلع وليعب جنب العيبة كبيرة جدا من قطاع الناشئين ولعب مع العيبة كبيرة وتأقلم عليهم بسرعة لان فيه system النادي الاهلي system انا بتكلم عن النادي الاهلي لان انا اتربط في النادي الاهلي وعارف ايه النادي الاهلي وفي نفس الوقت اه زل يلعب لفرقته في الفرقة المختلفة في الصغيرين من هنا الهنا الهنا يتنقل من من فرقة الفرقة الفرقة وفيه بيعدي عليه مدربين مدربين يجيبونه بي ub resolve وخبرة اللي هما بيأهلوه عشان يطلع الفريق الأول نجحوا في الكلام ده؟ اه نجحوا في الكلام ده وكان بلعب في قطاع الناشئين لعب في المراحل السنين المختلفة وهنا لما حتوقف واتكلم في الحتة دي لما بيلعب في قطاع الناشئين من زي كان 14 وبعدين 16 وبعدين 18 وبعدين 20 وبعدين بنضم الفريق الأول كل المراحل اللي بيعدي بيها ديت بيعدي على مدربين مدربين هما بتوع القطاعات كل واحد بيدي له حاجة جديدة وبيأهلوه انت هتلعب كذا 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 فضل في الناشئين وتقلق فيها طبعا تقلق في الناشئين معناها انها انضم الفريق الأول ما تقلقش في الناشئين هلون شكرا ظل في الناشئين ودمه للفريق الأول 2003 لحد كام؟ لحد 2011 واعد يلعب الفترات دي وسجل فيها أهداف كتيرة جدا وكان متقلق سواء على المستوى المحلي أو المستوى الإفريقي مع النادي الأهلي وحقق بطلات أقول لكم عليها دلوقتي بعد كده أعلن اعتزال كورة الخدم في 3010 ل2014 يعني هو لعب حوالي 8 سنين بس لما تشوفوا الإنجازات اللي حققها في أخيالي 8 سنين وهو رأس حربة مع النادي الأهلي ولعب مع المنتخب العسكري وي وي والكلام ده كله تستغربه طوله إزاي بقى هو سجل أهداف دي ولعب في الفترة دي إزاي لعب في النادي الأهلي وكان بسمينه المنقذ وكان استعداده استعداده دايما وكان مستعد دايما وجاهز قوي قوي لإنقاذ الفريق في الأوقات الحاسمة وهنا هتوقف برضو حتة صغيرة هو في الفترة الأولينية لما يتضم الفريق الأول ما كانش بلعب أساسي إنما كان بينزل يجيب جواله ويخلص المباريات هو ده اللعيب ليه؟ لأنه تربى في النادي بتاعه إنه هو النادي الأهلي لما بلعب بلعب على المركز الأول ما بلعبش على مركز تاني ولا تالت خسرت المركز الأول يبقى زجزل أخير عشان كده هنقول لكم للناشئ لما بيتربى في جدران ندي اللي متعود على كل حاجة فيها فبيطلع بعد كده خلاص بيبقى عنده تلقائية كل حاجة وهو طبعا كان بيحب كرة القدم قوي وكانوا وهفكركم بقى بيه وتفتكروا نهائي كاس مصر أمام الإسماعيلي وكان هدفه في مرمى نصر حسين بتاع الجزائر كان في ديئة الأخيرة من المباراة وإحنا وانا خلاص المباراة كده بيش أطيه خلاص وكان ليه هدفين في مرمى نادي الزمالك في نهائي كاس مصر 2007 وبيعتبر من أفضل مواجهاته في تاريخ الكرة المصرية وانتهت المباراة دي أربعة تلاتة لصالح النادي الأهلي تعرفين مباراة النادي الأهلي والزمالك اللي بيجيب أهدف فيها بيبضل عايش مع الجماهير دي بقى درز من عند ربنا في تلاتة وعشرين أكتوبر سنة 2007 لعم مع المنتخب العسكري اللي فاز ببطولة كأس العالم العسكرية اللي أقيمت في الهند وكان هداف البطولة كان هو بيتنافس مع عبد الحميد بسوني نجم نادي الزمالك وكل واحد فيهم كان ليه حوالي ستة أهداف لكن بطولاته بقى تعالوا شو بقى بطولات ده كان من المنتخب العسكري كان تمال يوم يروح المنتخب الأول يحصل له إصابات بطولاته مع النادي الأهلي كان كتير قوي هتقول لي كم بطولة هقولك اتنين وعشرين بطولة في تمان سنين تمانية دوري عام مصري تلاتة دوري أبطال إفريقيا تلاتة سوبر إفريقي تلاتة كاس مصر سوبر محلي يعني شوف الإنجازة دي يعني عشان بقولهك كده ليه لأن الواحد زعلان إن مصر ما فيهاش وهو كان فيه أكتر من الرأس حربة معاه إنما هو كان بيحاول يطلع كل الجوا علشان خاطر يلعب أساسه واللي كان بيلعب أساسه بيه كان ايه ده كان متعب وكان نجوم كتيرة جدا ده كان بالإضافة كمان انحقق برنزية كأس العالم الأندية سنة 2006 وحصل على بطولتين كأس العالم العسكرية مع منتخب مصر العسكري كانت اللي ما قلت لكم الهند وألمانيا وكان هدف كأس العالم زي ما بقولكم سنة 2007 بالرصيد ستة أهداف يعني اللي كانت في الهند سجل ستة أهداف كان هو حميم مسيوني إنما بعد كده ألمانيا هو اللي كان هدف البطولة وحقق ستة أهداف وهنا بيقاس اللعيب بمستوى اللي هو طالع بيه وطبعا البطولة العربية كان مع منتخب مصر الأول سنة 2007 وخد أوسمها بقى وسم الجمهورية من الطبقة الأولى مع منتخب مصر العسكري وسم الجمهورية من الطبقة الثانية مع الأهل بعد الحصول على برنزية كأس العالم الأندية يعني وإجمال أهدافه وهنا بقى هتوقف هنا بقى اللعيب الموهبة من اللعيب العادي إجمال الأهداف 58 هدف ده مع النادي الأهلي في جميع البطولات منهم 11 في البطولة الأفريقية وهو من هدفين النادي الأهلي في البطولات الأفريقية عبر التاريخ اشتغل بعد كده بعد ما بطل اشتغل فترة في التدريب لكن لقى نفسه مش في التدريب كويس قوي فاتجه للإعلام كمحلل لمباريات كورة القدم ومقدم برامج وما زال هو شغال لحد الوقت يواخد مشوره في هذا الطريق وهو اختار طريقه لما لقى أن التدريب مش طريقه ده حاجة كويسة أو حاجة مش عيب أن أنا مش لازم بلعب كورة أطلع أبقى مدرب كويس أو أطلع إداري لازم تؤهل نفسك في الحتة اللي أنت بتحبها أو اللي أنت عاوز تروحها طبعاً كده أنت أكيد عرفتوه نجمنا ونجم الليلة هو نجم من نجوم النادي الأهلي كابتن أسامة حوثني تعالوا نقعد مع أسامة ونتكلم معاه ونشوف إيه اللي كان بيعمله عشان يلعب مع وصد عزماء كبيرة في النادي الأهلي ووضع اسمه بحروف من دهب ضمن المجموعة الكبيرة اللي كان بتلعب وهو لكم على قصها عماد متعب اللي كان في الفترة دي هو نجم مصر فيها إنما قدر يلعب مع عماد متعب ويلعب على عماد متعب اللعيب لما بيعوز بيدي كل طاقته كلها وبيجبر المدرب إن يلعبه أياً كان إنما اللعيب اللي بش عاوز يقول لك لا أنا مش قادر يجي المدرب بيقول لك لا خليك على جم أنت اللي بتجبر المدرب بتاعك إنك ألعب وإنت اللي بتجبر المدرب يقعدك احتياطي مش عايب إن نعود احتياطي كلنا عادنا احتياطي بس لما بنزل بقوله أنا موجودة هو وبخلي يندم على الفترة اللي هو قعدني فيها تعالوا نستقبل أسامة حسني في قطار المجري ونتكلم ونشوف إيه محطاته عنده محطات كتيرة جداً نتكلم فيها وهنعرف حاجات لأول مرة هتعرفوها من خلال المجري تعالوا نستقبله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة